سلام عليكم وتحقيق طيب ولكم وحبين قناة كريم كاسري مرحبا بكم في مجديد في هذا فيديونا نهضر للإجراء اللي اتخذته فرنسا ابتداء من يوم الأربعاء تسعود يونيو بالنسبة للدخول فرنسا او للخروج من فرنسا إجراءة جديدة خذت فرنسا بالنسبة اللي غادي زوروا فرنسا او لللي غادي يخرجوا من فرنسا طبعا الحالية إجراءة قاسية وغير متوقعة وعكس كل شيء اللي كناك نتاظروا طبعا مسألة هذه الحدود المغربية الإسبانية بزاف الناس كي يستبعدوا ان هاد آه شيء غادي يكون ان إسبانيا والمغرب غادي يتفقوا على فتح الحدود ما بين المغرب وإسبانيا طبعا الحال كنا واحد استبعاد كبير لماذا لانا كنا واحد صمت رهيب عند الحكومة المغربية اللي ما كتكلمش نهائيا ما ما كتقول والو ما كتوضح تشي حاجة وحتى إسبانيا حتى ساعة سكتا إذا الناس كي يستبعدوا هاد القضية هذي الكل كي ينتظر بأن فرنسا هي اللي غادي تفتح وبأن المغربة الدرجة اللي احنا كنتظر على الجليل المغربية غادي يقدروا يمشيوا للمغرب من ست ديال فرنسا مثلا او لا عن طريق هذي من نسبة الناس اللي غادي يمشيوا عن طريق البحر خال خالينا من الناس اللي غادي يمشيوا في الطيار هذي وكلام اخر دبا الكل كيتوقعها تشي هذا ان فرنسا هي اللي غادي تكون المفتاح ديال المغاربة بالنسبة لمسألة العبر دبا فرنسا كتفاجئ الجميع بقرارات جديدة اللي اتخذتها ولي كانت عكس كل التوقعات ابتداء من هالاربعة تسعود يونيو يعني فرنسا كتفرد يعني اللقاح لأي واحد بغي يخرج من فرنسا او لا يدخل لفرنسا هذي مسألة ضرورية اي واحد غاي خرج ولا غايزور فرنسا خصو يكون دير اللقاح ولا يعني خصو يكون عندو واحد واحد العضر قاهر جدا اما وفاة يعني واحد شخص من العائلة ولا عندو شي استدعاء قضائي ولا شي حاجة بحلقية لو كنت بغي تدخل لفرنسا يعني وبغي تجي لها سياحة او لا كما كل حل يعني خصو تكون تفرد فيك الشروط هذه اما تكون ملقاح واما تكون يعني عندك دور في قاهرة بحل استدعاء قضائي ولا وفاة شخص من العائلة وهذا مشكلة مديلية تشي هذا دات قناة فرنسية واعلان جاء عن طريق قناة فرنسية اللي آآ فرنس فاندغارخ اللي هضرت فت القضية دي اللي غدي نخليكم واحد المقطع قصي وارتشوفوه وتأكدوا من الكلاب اللي بالعربي غدا تسمعوه وتأكدوا من الكلام اللي كان قولكم انا لازراء اللي كان عكس كل التوقعات واللي هو صادم واللي هنا غدي بان بان اه كين واحد تنقود للمسألة ما بقاتش وباء مسألة سيسات ولات يعني استعمال كورونا كطريقة لدرع يعني دول يعني دبا كورونا خرجت من ذاك المسألة دي الوباء ولات مسألة مسيسة وهنا غدي بيلكم بالدليل قطع لان المسألة ماشي وباء فقط وانما مسألة سياسة ولات كتخدم باستعمال الوباء بطريقة زعمها نشوفو المقطع دي الفيديو دي الفرنسا ونكمل كلام دينا اعتبارا من الاربعاء المقبل فرنسا تطبق استراتيجية جديدة لفتح الحدود كل الدول المغربية وباقي الدول العربية باستثناء لبنان مصنفة في القائمة البرتقالية اي يسمح للفرنسيين بالسفر اليها وبدخول مواطنها الى فرنسا في حل سمح هذه الدول بالطبع لمواطنها ايضا اذا كانوا قد حصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا او شرط توفرهم على عذر قاهر كوفاة قريب او استدعاء قضائي لبنان هو الدول العربية الوحيدة التي توجد ضمن دول القائمة القدراء التي لا يحتاج مواطنها الى اي عذر للدخول الى فرنسا وفيها ايضا اسرائيل واستراليا واليابان وسنغافورة كل مواطنية الدول الاوروبية في المقابل سيسمح لهم بالدخول الى فرنسا من دون شروط كما يسمح للفرنسيين بزيارة هذه الدول من دون شروط كذلك اذا كما سمعتوا يعني عن قناة فرنسية تكلماتوا وقالت بان جميع الدول العربية بالستناء لبنان بالستناء لبنان هي الوحيدة اللي فرنسا كتسمح بالزيارة دي لها او لا من الناس اللي يجيوا منها يزوروا يعني فرنسا كنا الستناءات هنا يا اللي لبنان واسرائيل واستراليا وسنغافورة واليابان اواروبا يعني اللي كتعتبرها فرنسا مناطق خضرة يعني تقدر تمشي لها فين كنت تنقض هنا في هذا الكلام هدي يومين تكلمت معكم على القرار اللي خدت بريطانيا بريطانيا تخدو حد القرار واعتبرت ان اسبانيا تعتبر يعني من الدول البورتوقالية يعني الدول غير الامنة للزيارة ديلها وحضرت المواطن ديلها انهم يمشيوا يزوروا اسبانيا يعني هذا قرار خدته بريطانيا في حق اسبانيا اللي دبحات السياحة الاسبانية بصفة عامة والسياحة في اسبانيا كتعتمد بوحد درجة كبيرة على السائح البريطاني لان السائح البريطاني هو السائح اللي كيخلي الفلوس صحيحة في اسبانيا اموال طائلة كيخلي السائح البريطاني في اسبانيا ويعتبر احسن يعني السائح بالنسبة لمقارنة مع السياح دي العالم يعني البريطانيين وجه المفضلة ديلهم هي اسبانيا فبريطانيا اتخذت قرار واعتبرت اسبانيا من الدول البورتوقالية اسبانيا والبرتغال دابا كتشوفوا يعني في الخريطة بينتكم على الدبا يعني في المقطع لشو دابا فرنسا قد اعتبر إسبانيا وحتى البرتغال وحتى باقة الدول الأوروبية يعني دول خضراء يعني ممكن الزيارة دي لها ممكن حتى شي مشكل إذن هنا ما كيباش تنقض هناك كينا تنقض وتنقض صارخ جدا شمان دراسة اللي اعتمدتها بريطانيا باش خرجت بأن إسبانيا هي يعني دولة توجد في المناطق البرتغالية الغير الآمينة بالنسبة يعني هذا الدراسة البريطانية وشمان دراسة اللي اعتمدتها فرنسا اللي خلت أن إسبانيا وحتى البرتغال يعني تعتبر يعني مناطق يعني خضراء يعني آمنة للزيارة القادمين منها أو لا الغادين لها يعني فرنسا كتتخذ إجراء في جيه وبريطانيا كتتخذ إجراء في جيه هنا شنو كنفهمو؟ ها كنفهمو بأن الموضوع ولا كي تسيس ولا تقضية فيها السياسة ماشي وباء فقط لأن لو كان الوباء فعلا بحدته هو السبب لو كان أن نفس الدراسة ونفس المعطيات اللي قد اعتمدتها واحد البلاد قد اعتمدتها حتى شيء بلاد آخر لأن طبعا الحال الدراسة هي لاميزما نفسها يعني مدم أنه بناء على كذا وكذا والمعطيات كذا وكذا كنخرجوا بالنتيجة دي الكذا وكذا أخضر برتقالي أصفر أحمر صافي يعني نفس الدولة اختخذتها الإجراء هذا خاصة الدولة الأخرى تكون تفقى معها هذه ما فيهاش النقاش إذن مدم أن الأمور ما غاليش بحلقها فالموضوع ولا سياسة أكثر مما هو وباء واتشي هذا أرى مش غير فرنسا أو لبريطانيا أو لإسبانيا أو لهالدول هالدولي كيستعملوها حتى المغرب البلاد دينا والحكومة دينا حتى هي كتستعمل الوباء طريق عن طريق باش أنها تحقق يعني أهدف أخرى اللي أهدف سياسية ما عنداش علاقة بالوباء واتشي هذا تكلمنا فيه ولا باين ووضح العين وما بقاش يعنيش حاجة مخفية لأن الحد ساعة يعني الدولة دينا أو للحكومة دينا ما زال لما تعطينا حتى شي إجابة في هذه القادية دي الحدود وما زال يعني ملتزم الصمت المسألة مش فقط وبائية ولكن المسألة يعني دراسات سياسات إلى غير ذلك يعني مشاكل يعني لبين دول يعني أودبة ولا كورونا هو طريق اللي كيقدروا أنه باشي كل شي كيضغط على كل شي فرنسا يعني تقريبا يعني الدول العربية كاملة كمشوف خريطة كاملة يعني ردتها بورتوقالية ومشي غي وحتى المريكان ودول أخرى يعني هنا كنشوفوه الموضوع يعني عكس كل ذلك شي اللي كنا كنتوقعوه هذه صدمة بالنسبة للجالية بصفة عامة اللي كانت كنت لها العكس في انتظار أن يخرج شي تصريح من الحكومة المغربية اللي ما بغتش خروج اللي ما بغتش تكلم حتى الساعة ملتزم الصمت بالرغم من الضغوطات ومن جمعيات حقوقية ديال المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج وبالرغم من واحد الكلام كبير في البر العمان وبالرغم واحد كل شي كيتكلم كيتسنى أن الوزارة المكلفة أو الحكومة بصفة عامة تاخد شي قارة تهدر مع الجالية تقول لهم شنو كين واش كين شي حاجة ولا ما كيناش ما تقاش غير تلعبوا بنا وتدورونا كما العمليفات العمليفات بقاوا كيدورونا 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 حتى أخذونا بح ما كينوالو وهد السنة هدي نفس المنظرة هما قلس كيدورو فينا كيدورو فينا شهر سبعاء هو على الأبواب وحد الساعة ما كينش حاجة مقنعة واللي حاجة اللي اسميتوا اللي بينا واحد القضية أنا تشاهده كتشوفه إجراءات لدارة فرنسا والقارة اللي اتخذته وكينو بعد القضاء انا وضحكوني كيكتبو خبر مفرح فرنسا حلات الحدود ديلا قانوات ديلا أغبياء مع الأسف اللي ما عارفين تشي حاجة خصم غير سجلو فيديو صافي فكينما كتعرفو دابا كينما كشفتو هدية أخر إجراءات لتأخذت فرنسا فانتظار شي جواب أو شي كلام من عند الحكومة دينا ولكن شي حاجة غير علمونا قلوا لنا وشكين أو لما كيناش باش نتهنو ونعرف فرصنا مرجينا سي ولا نو فما بقى لما نضيفه للفيديو الإخوان كل شارككم شفته وكل شارككم سمعته فقط يعني كنتظر منكم لايكات ديلكم والبرتاج للفيديو باش يوصل الخبر للجميع تحييت لكم محبين قناة كريم كسر كنتم شكرا على المشاهدة وللدعم وتواصل للفيديو القادم والسلام عليكم وإلى الله وبركاته